السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم حبيبي بحب أرحب فيكم إن شاء الله يارب تكونوا بخير وصحة وسلامة طبعا أهلا وسهلا فيكم في قناتي صفرة مع سمر اليوم رجعت لكم في فيديو جديد طبعا كان عندي مشوار برا الولاية وغبنا يوم ورجعنا فجبت لكم معايا اليوم ملخية خضرة رح نعمل ملخية خضرة اشتريتها من محل في ميشيغن اسمه بابايا ولكيت عنده ملخية خضرة بالصدفة سبحان الله طبعا هون أنا شلت الملخية عن العيدان وطبعا هون بدي أغسلها طبعا كابل ما أفرمها لأنه صعب غسيلها بعد الفرق ما بيزبط دايما أغسل الملخية كابل الفرم الفرم طبعا هلا أنا هون غسلتها ورح أفرمها بطريقتين أول شيء نتأكد أنه نغسلها منيحة منيح لأنه دايما الملخية والأي الخضار بتلكت غبار بتلكت أطربة بتلكت أشياء من الحشرات طبعا بتهدي عليها فلازم حتى لو حسينها إنها نضيفة لازم نغسلها طبعا مغسلتها حطتها بالمسفات صفي الماء اللي فيها وهنا أنا طبعا بلشت أفرم فيها بالسكينة رح أفرم بس شوية خضروا الجزء اللي معي شوية بالسكينة طبعا بالنسبة للفرم بتفرموها حسب كدهش بتكون نعمة كثير أو خشنة أو حتى في ناس ما بيفرموها بيطبخوها بالورق طبعا بحسب أنتو شو حابين تعملوا وبتسوها طبعا هون جبت أنا هاي الصينية أريح لي من الخشبة وبضمن إن كل الملخية تكون جوة الصينية ما إن الخشبة إلا ما ينزل على الكاونتر أو على سطح العمل إذا حبيتوا تفرموها عقيدكم وإذا متواجبة عندكم مفرمة الملخية استخدموها برضو هاي بسهلة فأنا فرمت هدولة بدي إياها تكون بهاي النعومة ما بدي إياها تكون نعمة كثير كثير بنفس الوقت بدي أورجيكم برضو كيف عنا هاي المحضرة الصغيرة فرامة هي فرامة طبعا بتفرم الخضار طبعا بدون هاي الأداة ما بتشتغل فمعانها هاي الأداة صغيرة ومش مبينة كثير بس انتبهولها إذا يعني قطعة زي هيك بتضيع خلاص بتبطل عمل الماكنة وهاي الشفرة لازم لما نحطها نضغط عليها للآخر مشان نتأكد إنها انحطت بالوضعية المزبوطة طيب أول شي جبت هنا شوية من الملخية يعني إشي بسيط ما تكثروا ما تعبوها للآخر لأنها هيك بتثكلوا عليها وما رح تفرم بكل راحة وطبعا سكرتها وهلا رح أضغط على هدول الزرين اللي فوق مع بعض هذي اللي بستخدمها كمان هاند بلندر في كذا كطعة لإلها ونتأكد إنها ما حطينا كثير شكلي أنا هون كانت تحطة كثير علشان هيك حكت لكم حطوا كميات بسيطة وفيكم تنعموها كمان تنعيمة بسيطة وبعدين تحطوها في المحذرة شايفين كيف فرمتوا فينا نفرم فيها باكتونس وبصلوا كل الأشياء طبعا أنا رح أكمل باكت طريقة بهاي المفرمة جدا أسهل من ما نفرم على إيدينا شايفين كيف طلع ما شاء الله وهذا اللي على إيدي طبعا أنا خليتها خصوصي خجين شوية طبعا هلا حبايبي أنا رح أتابع جميع الكمية بس الأسهل لكم إنكم تأخذوا شوية هيك يعني كدر حجم ضمة الباكتونس وتفرموها فرمتين بالسكينة وبعدين توضعوها في الماكينة هيك بتصير عليكم أسهل شوية وبتفرم بسرعة يعني أما لما بنحط كميات كبيرة طبعا رح تأخذ وقت شوية لابن ما تفرمها طبعا في مثل هاي الماكينة طبعا بحجم أحجم أكبر أنا عندي الأكبر منها بس حبيت هاي هيك خفيفة وبرضو تحت الإيد يعني ما بتغلب وأنا يعني الكمية اللي رح أفرمها بس لطبخة اليوم باكة الملوخية طبعا ورقتها وغسلتها ورح أفرزها طبعا بالفريزر طبعا بنفرمها وبنفرزها بتحبوا تخلوها ورق زي هيك طبعا فرزوها واسحبوا وحاولوا تشفطوا كل الهواء اللي بالكيس وحطوها بالفريزر بضل خضرة معاكم شايفين هاي الكمية الفرمت لياها ما شاء الله كمية وفيرة طبعا أنا هون في تنجرة على الغاز هلا رح أضيف زيت ورح أفرم بصلة وكنت عندي جاج طبعا منقطعته ومنطفيته منيح منيح ورح طبعا نطبخ نعمة الملوخية على الزجاج أو على الفراخ هون قطعت البصلة طبعا فرمتها فرم ناعم ضفت شويه زيت رح نحوس الدجاج مع البصل والزيت وبعدين أكيد رح نضيف عليه المي طبعا الملوخية سبحان الله احنا منطبخها بجميع الشرق الأوسط يعني مثلا عنا بفلسطين بالأردن باللبنان وسوريا ومصر تكريبا فلسطين والأردن ومصر بنطبخها بنفس الطريقة أهل اللبنان وأهلنا بسوريا بيطبخوها أملوخية ورقية مش ناعمة مثل ما احنا منطبخها برضو كثير طيبة بس احنا منطبخها على الجهتين منطبخها ناعمة ومنطبخها ورق ومنطبخها خضرة ومنطبخها طبعا يابسة طبعا منفضل انها تكون خضرة تكون طبعا طعمها كثير أطيب بس للأسف يعني مش دايما متواجدة احنا يعني الناس اللي بأميركا عايشين فما بتنزل عندهم في كل المواسم فيه ولايات بتكون موجودة في موسمها وفيه ولايات بتكون مش موجودة عندهم فسبحان الله يعني زي ما بيحكوا الجود ان الموجود بس فيه في المحلات العربية طبعا بتكون مفرزة وفيه بتكون كمان ملوخية يابسة هون أنا طبعا حسط الدجاج لبينما أخذ لون على كل وجه مع البصل ومع الزيت وهلأ ضفت عليه شوية ملح وشوية فلفل أسود ورشة بسيطة من الكزبرة اليابسة طبعا بس يتشوحوا منيح رح أضيف عليهم المية وأترك الجاج طبعا يستوي على راحته طبعا هون أنا ضفت المية الدجاج لما بنحوسوا مع زيت وبصل وبنخلوه يخذ لون على لونين يتشوح شوية منيح يعني لعدة دقائق ما بيطلع ريم والشوربة بتظل نظيفة طبعا طبعا أنا ضفت عليه المي وهلا طبعا رح أغطيه وأوطي تحته على نار متوسطة وأتركه يستوي شايفين ما شاء الله طبعا هون بعد ما غليه وتكريبا أقرب على الاستواء لسه بده كمان يعني ثلاث ساعة يعني الدجاج ما بيطول كثير خاصة إذا كان يعني نوعية منيحة طبعا الحمد لله إحنا كل الدجاج هون بنجيبه حلال هون غطيتها رح أتركها تعيش حياتها مع بعض حبايبي إذا دخلتوا على الفيديو ووصلت لهون لا تنسوا الاشتراك بالفيديو وفعلوا الجرس الأحمر مشان يوصلكم كل إشعاراتي وأهلا وسهلا بالمشتركين الجدود اللي شرفوني في القناة طبعا هون بعد ما استوى الدجاج شلت الدجاج في صنية على جنب لإني رح أضيف عليه الملوخية وفيه كمان كطع دجاج سطور دجاج مسحبة من العظم رح أتركهم لإن أولادي بيحبوا سطورة الدجاج اللي مسحبة في الملوخية تكون يعني في نفس التنجرة هون أخدت مكتار كوب من الشوربة عشان بدي أضيفها على الرز أفلفل فيها الرز هون جبت الملوخية زي ما أنتم شايفين بلشت أضيف فيها على الشوربة طبعا والدجاج أنا رح أرش عليه شوية فلفل أسود وبهار دجاج وأخليه ياخد لون حلو تحت الشوايا بالفرن ما شاء الله عن جد رحيتها غير شكل سبحان الله ما في بعد الطازة هون الملوخية زي ما أنتم شايفين ما شاء الله غلت معايا بلشت تطبخ رح أخليها تغلى مدة ربع ساعة بتكون تكريبا جاهزة الملوخية نظيفة وفرمتها منيح وعشانها طازة سبحان الله ما عملت أي ريم ولا طلعت أي راوة وعن هون أنا كنت مكشرة تكريبا راس ثوم كبير وضفت عليه رشة بسيطة من الملاح وبلشت يعني أهرس فيه عشان بدنا نعمل طشا وعلى الجهة الثانية السحن اللي فيه فيه تكريبا بصلة صغيرة مفرومة ناعم وفيه طبعا حبة فليفلة ملونة اللون الأخضر ما فرمتها ناعم وحبة فلفل حار برضو فرمتها ناعم ورح أضيف عليها عصير ليمونة أونس وهي رح تكون يعني الدكة للملوخية كثير كثير طيبة مع الملوخية هنا ضفت بالتنجرة الثانية زيت زتون مع ملعقة كبيرة من السمنة طبعا رح نعمل رز بالشعرية الملوخية بتحب الرز الأبيض بالشعرية كثير كثير طبعا بيكون طيب هلا بمجرد ما تسيحل السمنة ويحمى معانا الرز طبعا رح أضيف الشعرية هون ضفتنا الشعرية رح أحط لكم صندوق الوصف طريقة طبخ الرز بالشعرية أم صندوق الوصف فيكم تدخلوا عليه وتكبسوا على اللينك وبيوخدكم على الفيديو وبتشوفوا الطريقة هلا بس تتحمر طبعا الشعرية ويصير لونها يكلب على اللون الذهبي رح أضيف عليها الرز أنا الرز اللي استخدمته رز الياسمين فيكم تستخدموا الرز المصري اللي هو الرز الحبة الكسيرة طبعا حركنا هون الرز بعد ما ضفته مع الشعرية رح أشوحه هيك مدة دقيقة وبعدين طبعا رح أضيف عليه المي هون ضفنا المي وأكيد رح أضيف عليه ملعقة طعام كبيرة من الملح بالنسبة للملح في الرز حسب انتو كيف بتحب ملحة الرز تحبوا دلع وتحبوا ملح بس لازم يعني الملح يكون متوازن في الرز بيعطينا طعام أطيب ومنستمتع فيه أكتر هون أنا حبيت أشوف إذا بده ملح ولا لا شفتوا أنه يعني خلاص ملحته ممتازة هلا طبعا رح أغطي عليه وأخليه يستوي على نار هادية بمجرد ما يغلى معاي أكمل غلوة رح أهبط الغاز تحته وأخليه يستوي على نار هادية طبعا بهاي الأثناء لبين ما يشتبوا الرز وعمل الطشة أنا كنت جايبة كمان إخيار الكيتا بلدي عن جد يعني من ريحته من شكله ومبين إنه بلدي فأنا جبت معايا هذا الإخيار من ماشيغن وحبيت أعمل فيه مخلة الأول شي شي بدي أغسله رح أغسله بعد ما غسلته جبت المطربانات أنا عندي هاي استخدمت مطربانات صغيرة خصوصية علشان ما بدي إياه يهبط طبعا والمطربانات أنا كنت معكميتها بمية سخنة فيكم تعكموها بخل أو فيكم تحطوها على درجة حرارة الفرن مثلا حوالي مية وخمسين أو ميتين بتتعكم وفينا سبحان الله بيجطفوهم شطفة عادي بمية صابونة وبنشفوهم وبيعملوا المخلل وبيزبط معاهم طبعا هون زي ما أنتوا شايفين لازم نفتح حبة المخلل هيك بالسكينة علشان أول إشي ونكسها من الطرفين نسمح للمليح والأشياء اللي بننضيفها إنها يعني طعم حبة الخيار راح أضيف عليها كمان كل مطربان سن أو سنين صغار من الثومة شوية يعني من الفلفل الحار طبعا اختياري اللي ما بيحب يضيف الفلفل الحار ما يضيفه ورح أضيف طبعا أنا معيار المخلل اللي هو المج اللي بنشرب فيه الكهوة أو النسكة فيه بحطه مثلا أو أسهلها عليكم الليتر هو يعيار أربع كاسات من هاي الكاسة بتحط طوله أربع ملاعك من الملح الصخري طبعا ملعقة الطعام أو ثلاث ونص أنا بحط دايما أربع ملاعك بيضبط معي أو بيطلع مية في المية للليتر طبعا وهنا حطيت عندي مخل التفاح أما كان مخلص من عندي الخلي الأبيض أي نوع خلي فيكم تستخدموا طبعا فضفت ملعقة صغيرة من خلي التفاح وملعقة سكر وهيك صار عندي يعني المخلل جاهز هون هنكس مية رح أعمل كمان محلول المخلل يعني المخللات في البيت دايما كثير كثير بتطلع طيبة وسبحان الله يعني أطيب من اللي بنجيبها من السوق طبعا اللي بنجيبها من السوق برضو طيب بس أي إشي بنعمله بالبيت شو ما كان بيضل سبحان الله أطيب وأنضف طبعا هيك المخلل بعد ما كبسته هلا رح أعمل جميع الكمية ونتابع نشوف شو صار في طبختنا طبعا المطربان الثاني برضو شرحته هيك شرائحة صغيرة إلى دوائر طبعا هون حطيت له الملح حطيت له السكر وحطيت له ملعقة من الخل طبعا وأكيد حطينا الثومة وحطينا الفلفل حار بنفس الطريقة كبست شبيع المطربانات بنفس الطريقة إن شاء الله يزبطوا معايا ويكون طعمهم يعني هيك كرنشي أو إنهم يكرش وما يكونوش كتير طرايا لأني أول مرة بجربة هذا الخيار بس أنا حسيت إنه الخيار هذا كثير كثير بلدي من ريحته من طراوته فحبيت إني أجربه طبعا هلا عملنا المخلل كبسنا هون عصرت عصير تكريبا ليمونة ونصف رح أضيف عليها اللي يتأنا بحكي لها الدكة طبعا بس الخشنة البصل الناعم مع الفلفل اللي ملونة مع الفلفل الحار طبعا إذا ما بتكت ضيفوا الفلفل الحار ما تضيفوه ضيفو مثلا البصل مع الفلفل اللي ملونة برضو اللمون بيطلع كثير كثير طيب جاب الملوخية طبعا الملوخية هون تكريبا عندي استوات ما شاء الله شايفين كيف لونها ولونها ضل طبعا أخضر طعمها عن جد طعمها غير شكل ريحتها حتى غير شكل سبحان الله هون الرز تكريبا عندي استوى ما شاء الله بتفلفل كل حبائب حبتها ما شاء الله شايفين كيف بجنن طلع طعمها كثير كثير طيب يعني دايما حبايبي اطبخوا الرز ضيفو زيت نباتي وضيفوه لها معلقة كبيرة من السمنة بيفرق في الطعام معاك وهون رح هنعمل هلا التشة طبعا للملوخية اللي هي تجيب الأكلة جيب بتنكلها نكلة ثانية سبحان الله بدون هالتشة مش رح نستطعم فيها فهرست الثومة ضيفتها على الزيت مع شوية من السمنة في ناس بيعملوا التشة بسمنة بدون زيت انا بحب اخلط السمنة مع زيت دايما بحس المزيج هيك بيطلع أطيب وما بكون دسم كثير كثير بكون الطعم متوازن سبحان الله طبعا هلا بدي أحمر الثومة خليها تأخذ اللون الذهبي على بني طبعا ضفت هنا كمان شوية حار يعني مش كثير كثير رح تكون حرة بس بيعطيها طعم هيك كثير زاكي ونكهة يعني ما كثرت ايش بسيط حطيت شايفين اللي مخلل ما شاء الله كبس صرت مطربانات وهنا الطشة صرت عندي جاهزة وهلا رح انطشها طش يعني ما شاء الله شو طلعت الطبخة كثير كثير طيبة ياريتكم معايا ولا بتشميتوا الريحة يعني عن جد رحتها بتجنن وهيك صرت عنا الملوخية جاهزة والرز جاهز والمخلل جاهز وما علينا إلا يعني نسكب للجان طبعا مش الكل موجود أو أنا طبخت الطبخة شوية بدري فما رح أسكب صفرة خلاص بس رح أصوري لكم إياها قول لأن في ناس برا البيت في ناس في الشغل في ناس طبعا مش جعلين في الوقت هذا أنا طبعا هذا الساعة كانت تقريبا واحدة ونص الظهر قبل الظهر طبعا وبس حبيت أني أجهز الطبخة لأن في علي شغل تاني وعلي كمان موعد فحبيت أأمن على الطبخة اللي خلاص وقت ما جاءه بيسكبه وبيأكله وأنا ابني الكبير كان جعان وأنا حبيت كمان أسكبله وأتلوق معاكم نشوف طبختنا كيف طعمها إن شاء الله أكيد أكيد رح تكون طيبة وزاكية هون طبعا الجاج ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طبعا هذا الصحن سكبته لابني لإني أنا مش كثير جعانا بس حبيت أتدوق وتكريبا يعني سحبت فيه فالحمد الله رب العالمين هون طبعا حبيت أعمل فنجان كهوة اللهم صلي وسلم على سيدة محمد رح نعمل إجا على بالي أعمل فنجان كهوة عربية يعني الكهوة العربية أنا ما بعملها كل يوم بصراحة بنشرب أمريكاني أنا وجوزي بنصحق الصباح وبعمل كهوة أمريكانية وبعد الظهر هيك وبعد ما أخلص شغلي برضو بحب أشرب كمان فنجان يا عربية أمريكاني فالمرة هاي قررت أني أعمل فنجان كهوة عربي كهوتنا إزاكية طبعا طبعا أنا ما بضيف لها السكر بس إذا أنتوا بتحبوا الكهوة بالسكر العربية فيكم تضيفوا ملعقة صغيرة أو نص ملعقة صغيرة طبعا حسب الكمية اللي أنتوا عاملينها بس أنا سبحان الله الكهوة العربية يعني بحبها بدون سكر طبعا فيه ناس بحبوها بسكر طبعا هذه أزوك بس شربين الكهوة بيستمتعوا فيها أكتر بدون سكر طبعا هون قطفت لكم بوردتين من ورداتي الحلوين من الحديقة لأنه سبحان الله في حشرة متصلتة على الورد الجوري فصرت يعني أكتف منه وحط في البيت كبل ما تاكلهم وتغير منظرهم الحشرة إن شاء الله إنها تروح هي بتيجي بحكولي بشهر ستة وسبعة طبعا هي بشهر سبعة قرب بخلص ولستاتها بحسها إنها بتيجي على الورد الجوري إن شاء الله إنها نتخلص منها طبعا هون غلت الكهوة ما شاء الله رحتها بتجنن رحت الكهوة العربية سبحان الله لما بتغلع يعني بتفيح رحتها في البيت غير شكل أنا كتير كتير بحب رحتها يعني بحس الواحد إنه خلص بعدل الكيف من الريحة كبل ما يشربها طبعا هون غلت وحلوة الكهوة هيك مع الرغوة أو مع الوش وحبابي بتمنى إنكوا تكونوا حبيت الفيديو إنكوا استمتعتوا فيه يعني أنا طبخة معاكم لخيا من كبل بس أنا زي ما دايما بحكي لكم بشارك طبخاتي معاكم وبكررها لإني أكيد رح أكررها لإنه في طبخات كتير بنحبها ورح أظل أكررها فحبيت أنزل لكم الفيديو اليوم وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه وحبيتوه شكرا لإلكم ولمتابعتكم لإلي وشكرا لدعمكم لإلي وما تنسون شير لايك ونسبسكرايب شاركوا الفيديو مع أهلكم أحبابكم حبيبكم مع مين مكان مشان نوصل لأن فعلا أنا بحاجة لدعمكم وبحاجة للايكاتكم وشكرا على التعليقات الحلوة اللي بتيجيني من المشتركين اللي عن جد عن جد بشكرهم من كل كلبي وأنا كثير كثير بحبكم ورح حبيبي أنهي هون الفيديو شكرا لإلكم وبي باي شكرا لإشتركوا في القناة